موسيقى الرئيس سيسي يستقبل النائب الاول رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني موسيقى موسيقى رئيس الاركان يتفقد اصطفاف عناصر ومعدات اجهزة القيادة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد موسيقى الصحة تعلن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحجبية الى سلبية لفيروس كورونا الى 33 حالة وتسجيل 17 حالة ايجابية جديدة موسيقى موجز الاخبار من تلفزيون النهار اهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية النائب الاول رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق اول محمد حمدان دقلو وكان النائب الاول رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد وصل امس الى القاهرة في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين بدعوة من الرئيس السيسي اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري التخطيط والمالية وذلك الاستعراض مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 المزيد في سيق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 حيث اوضح السيد وزير المالية في هذا الاطار ان المؤشرات الاولية تشير الى الاستمرار في تحقيق فائد اولي قدره 2% من الناتج المحلي الاجمالي الى جانب خفض عجز الموازنة الى 6.2% بدلا من 7.2% من الناتج خلال العام المالي الماضي فضلا عن خفض دين اجهزة الموازنة العام الى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنة بمئة وثمانية في المئة من الناتج المحلي في يونيو 2017 وقد وجه السيد الرئيس باتخاذ عدد من الاجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم وذلك من خلال استهداف اقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من اجمالي الاجر الشامل والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الاجر الاساسي كما وجه السيد الرئيس بزيادة حد الاعفاء الضريبي لكافة العاملين باجر من 8000 جنيه الى 15000 جنيه سنويا بالاضافة الى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لاصحاب الدخول التي تقل عن 35000 جنيه سنويا وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الاقل دخلا واضف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021 والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6% بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة الى 8% فضلا عن زيادة الموازنة الاستثمارية لاجهزة الدولة وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها كقطاعات التعليم والاسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة فضلا عن توجيه الاستثمارات الى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة كمبادرة حضانات الاطفال وأسرة الرعاية المركزة وأسرة رعاية الاطفال بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأسرة رعاية الاطفال بنسبة 90% وأسرة الرعاية المركزة بنسبة 80% الى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لاحداث طفرة حقيقية في كافة الخدمات المقدمة بالقرى الاكثر فقرا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك لمتابعة خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تدعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ووجه الرئيس السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من اجراءات احترازية تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة استفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المزيد في سياق هذا التقرير قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد استفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا المستجد ويأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطريقة واستمع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس كوفيد 19 حيث قامت إدارة التعيينات بالاحتفاظ باحتياطات عاجلة من المواد الغذائية الاحتياط الواحد يكفي لقوة 20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتي الخدمات الطبية والبيطرية العديدة من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات شؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات كما قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة بتطويع عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقا بالمحالي المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة وذلك باستغلال 24 عربة إطفاء بطاقة 12 طن للعربة بجميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وتطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومباني وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحدتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة فيروس كوفيد-19 من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياه اللازمة لتقدير محاليل التعقيم والتطهير ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح توضحي للإجراءات المتخذة من جانب إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة التي قامت بدراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة آثار فيروس كورونا على الإنسان والبيئة المحيطة به لتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس وإجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة كما تم دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية وتضمن العرض امتلاك إدارة الحرب الكيميائية إمكانية التحليل الفيرولوجي للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة بي سي آر كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا وأشاد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة المكلفين بهذه المهمة معربا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمات هذا وتواصل القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري أعلنت وزارة الصحة أمس عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة كما وصل عدد المتعافين منهم إلى 21 حالة حتى أمس وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل البي سي آر لهم مرتين بينهم 48 ساعة وأودح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس وتم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية موضحا أن الحالات من ضمنهم ثلاث حالات لأجانب من جنسيات مختلفة وأربعة عشر مصريا منهم حالتين عائدين من الخارج واحدة من السعودية والأخرى من الإمارات والباقين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا أكشف مجاهد أن إجمالية عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا حتى أمس هو مائة وعشرة حالة من ضمنهم واحد وعشرين حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل مشاهدين انتهى مجاز الأخبار شكرا لحسن المتابعة